في معبر العوجة أرسلت الدولة المصرية أكثر من 90 شاحنة لإنهاء إجراءات التدقيق قبل الدخول إلى قطاع غزة يأتي هذا في ظل الجهود المستمرة التي تبذلها مصر لزيادة عدد شاحنات المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى سكان القطاع المحاصر يهضر بسبب القيود الإسرائيلية التي فرضت على شاحنات المساعدات التي تعبر من خلال معبر رفح لماذا هذا الوقت؟ هذه السيارات التي نشاهدها هي السيارات القادمة من تجاه معبر رفح على هذا الطريق الحدودي تصطف لبضعات كيلومترات انتظارا لدخولها إلى منفذ العوجة من الجهة الإسرائيلية لتخضع لعملية التفقيق كما نشاهد هذه السيارات التي تنتظر بشكل يومي في كل صباح قبل أن تدخل إلى منفذ العوجة الإسرائيلي هي محملة بالمواد الإغاثية والمواد الغزائية والإيوائية وغير ذلك من جميع ما يتطلبه المواطن الفلسطيني في حمحنته الحالية ولكن إهدار هذا الوقت الطويل يعرقل عملية إدخال المساعدات ويقلل أعداد الشاحنات التي تدخل إلى الأراضي الفلسطينية من خلال معبر رفع هذه الشاحنات قبل أن تتوجه إلى منفذ العوجة من الجهة الإسرائيلية لتخضع لعملية التدقيق تدخل أو يستقبلها من العوجة البري المصري لتنتظر هذه السيارات بداخله قبل أن تتوجه في كل صباح إلى منفذ العوجة الإسرائيلي لتخضع لعملية التدقيق كما نشاهد في هذه الصورة السيارات تستعد اتباعاً للدخول إلى منفذ العوجة الإسرائيلي لتخضع لعملية التدقيق في هذه الجهة المقابلة لمنفذ ميناء العوجة البري يقع ميناء أو منفذ العوجة الإسرائيلي الذي تتم فيه عملية التدقيق في هذه المساعدات أو الشاحنات المساعدات التي تنتظر الوقت الطويل كما نشاهد هذه هي السيارات أو شاحنات المساعدات المحملة بالمواد الإغاثية والتي يتطلبها المواطن الفلسطيني في محنته الحالية تنتظر في كل صباح أمام هذا المنفذ حتى يتم السماح من الجانب الآخر وهو الجانب الإسرائيلي لإدخال هذه الشاحنات لتخضع لعملية التدقيق وحينما يتم الموافقة على هذه الشاحنات تعود مرة أخرى إلى الطريق الحدودي المصري المتجهة إلى منفذ رفح البريق تمهيدا لإدخالها إلى الأراضي الفلسطينية عملية كبيرة تعرق الإدخال المساعدات تستغرق وقت طويل مسافة تقطع هذه الشاحنات زهابا وعودة تزيد عن 80 كيلومتر وبالتالي فإن أكثر من مليون ونصف مواطن ينتظرون هذه الشاحنات على الحدود المصرية حينما أكبرتهم القوات الإسرائيلية بالنزوح إلى الجهة الجنوبية والإقامة في المخيمات فبالتالي انتظار مثل هذه الشاحنات بوقت طويل في هذه المنطقة وتخضع لعملية التدقيق هو ينعكس بشكل سلبيا على أعداد الشاحنات التي تدخل يوميا إلى الأراضي الفلسطينية من منفذ العوقة أيمن عمد هنا القاهرة عاصمة الخبر